على صعيد آخر وأنا لا أراه منفصلا وإنما شديد الاتصال مش بس لأنه بمشاركة فخامة الرئيس لكن هو تحديدا مشاركة الرئيس النهاردة فيه انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين اللي بيعقد على مدار يومين زي ما ممكن تكون حضرتك أريد طيب أكد فخامة الرئيس السيسي أن المنتدى جاي في وقت بالغ الدقة على القرى الإفريقية والعالم على كافة المستويات واللي بتنعكس أثرها على إفريقيا فتبقى بتضاف لجملة من التداعيات الصحية النتجة عن جائحة كورونا أكد فخامة الرئيس السيسي أن مصر بتسعى لبناء قدرات المؤسسات الإفريقية مجتمعة في المناطق اللي تضررت وأشار إلى أن القرى الإفريقية بتعد هي الأكثر عرضة للأثار السلبية لتغير المناخ وده بيتطلب مننا جميعا تضافر الجهود لتصليط الضوء على المخاطر دي وده من خلال استضافة مصر للدورة 27 لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ كوب 27 زي ما حضراتكم فهمين طيب إحنا هنا بنتكلم يا جماعة ليه بتقول يا يوسف هو ما بين الاتفاقات اللي حصلة النهاردة مثلا مع المملكة وما بين النهاردة كلمة الرئيس في منتدى أسواننا للسلام إحنا في كل الأحوال هنا بنتكلم على تعزيز العلاقات والشراكات مصر وتعزيز علاقتها وشراكتها وأخوتها ما بينها وما بين السعودية ودول الخليج والجانب الأسيوي من العالم العربي لو صح التعبير وأيضا شراكتها طول الوقت وأخوتها مع الجانب الإفريقي بتاعنا قرتنا الإفريقية هنا بقى بشكل عام مش بس في الجانب الإفريقي من الوطن العربي العظيم يبقى هنا عملية مصر هي مركز وتداخل العلاقات ما بين المنطقة العربية وما بين القرى الإفريقية التدعيات اللي حصلة بشكل عام في العالم سواء إذا كان من كورونا أو تدعيات الكورونا زي التدعيات الحرب بالتأكيد بتلقي بظلال شديدة الثقل على المنطقتين سواء إذا كانت القرى الإفريقية أو على المنطقة العربية وبالتالي الشراكات والتعاون المستمر ما بين العرب والأفارقة ولو صح التعبير ما بين قصين كده وده اللي هسأل عليه ضفنا العزيز بأنه تبقى مصر هي المركز في تعزيز مثل هذه العلاقات ده اللي خلينا نعدي هذه التدعيات ونقدر نعالجها سواء إذا كانت تدعيات كورونا اللي سابقة واللي ممكن تبقى اللي زادت مستمرة بالمناسبة يعني أنه ده مش معنى أنه كورونا انتهت من العالم زادت دعيات الحرب اللي موجودة في أوكرانيا